لو بتأخر الصلاة او بتضيعها فالفيديو ده مهم لك اوي لما تعرف ان الله عز وجل في القرآن قال فوايلي من المصلين الذين هم عن صلاتهم سهون عارف يعني ايه وايلي المفسرين على قول ان وايلي ده وادي في جهنم تخيل ان الوادي ده مش لللي مش بيصله لا ده لللي بيأخره الصلاة عن وقتها يبقى لازم نظرتك للصلاة والمواعدة تتغير لما تعرف ان من اصناف الناس اللي قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم برحلة الاسراج والمعراج انه اتى على عقام ان تردخ رؤوسهم بالصخرة كلما ردخت عادت كما كانت ولا يفطر عنهما من شيء ذلك وقال ما هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين تتساقر رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة متخيل الالم والعقوبة عفان الله وإياكم ان تجذف بالحجرة لحد ما راسك تتكسر وبعدين ربنا عيدها تاني يجذف بالحجرة تاني وهكذا اي الم واي عقوبة دي لو تخيلت الامر بس اكيد نظرتك هتتغير للصلاة العبرة اني مش اجي اخر اليوم اصلي كل الصلاوات العبرة ان اصلي الصلاة في وقتها قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة ما يتعملش مع الصلاة انها تكليف او حاجة الى على قلبك يتعمل معها لانها روحة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ارحنا بها يا بلال لا تنسلوا الشراك في القناة ودعمونا بلايك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل مهاجه دي اشتركوا في القناة